يوم ترى انه عثمان الجراندي فشل في بعض الملفات خلينا نذكره مثال معنى تنبين هما برشة ملاتات خلينا نذكره ملف الامويل المنهوبة اي هو ناخده الملف متاع لموالمنهوبة ما هو شي هو فقط من عن يعني تعرف من وقتاش فشل هو الملف هذا الملف سكروه الملفة وتذكير الفين وخمستاش تسكروني ووقتها كانت المقاربة اليتار السياسي اللي صار بعد الثورة فملتزام متاع مجموعة السوعة كيفاش هي موقع قلنا احنا بش يضمنه هما كوني تونس تمشي في الاستمرارية خاطر من اللول اللي كانت تتذكر اللي تترح قالوا وهذه تغيير في النظام لا يجوز وصارت حتى لايح مثلا في المديونية شنية هي المديونية كانت خمس عشر مليار دينار قالوا منهم تسعة البرامين الوروبي قال هذي تسعة من المليار منهم سماوهم المديونية قذرة عليش مديونية قذرة لانها ثبتة انها استعملت يعني وظفت لغير صالح الشعب التونسي شمال تهريب ولمشيت للجيو يعني في الفساد صفة عامة وصارت وصلوا حتى بش يعملوا لايحة وصوتوا عليها اما ما نخفيتش الاغلبية لإلغاء المديونية تونسي على اساس انها مديونية قذرة وكذا جيت المجموعة هذي متاعزبات تحركوا بسرعة عشق عملوا جيونا عملونا اغراءات اغراءات عملوا اجتماع كبير في دوفيل سماو الشراكب ناجل ديمقراطية وقالونا نشوف مش فقط باش نعملوكو بلون مخشال وما سمينوا وقتها فذي 20 مليار دول احنا بفورها ومصر اعتبرونا احنا نجحنا وعملنا انتقال سلسوة وبلون مخشال واسترداد المنهوبة اول مرة راهو دول هذي الصناعية الكبرى تاخدوا على عتقها باش ترجع المنهوبة الي سار كونه تليجان ايوة مدام عنا للإطار وقالوا للإطار وقالوا للبنك الدولي خطر فما قليات من عنده ما يحصل منه حتى شيء هما شو هالغرض هما كانوا اما في المقابل في المقابل تستمروا في السياسة وتعملوا في تاستمارية الدولة تقدوا تدفعوا في المدونية متاع النظام السابق يعني تستمروا في التبادل الحرق خداوا هذو من الشيء هذيك وخداوا باتباعه ما تباح الكل اللي هو صندوق نقد الدولي والاتفقية هذي كنا نحكيوا فيها تبادل الحرشة من المعامل قضية الشركة التنقل وفي المقابل ملتزموا من حتى شيء وتسكر الملفة ذيكا مش فقط خطر تونس خطر اولا فما مشاكل داخلية هنا في مستوى التنسيق بين الوزارات هذي حاجة حتى الحكام يقولوا حذروها باللغة العربية تمشي يعني فما اشكاليات كبيرة وما كانش فما ايرادة سياسية تماما الفترة هذيكا الفترة وينو وينو يجن فما ايرادة سياسية والطبع المنافات واختي جاسي الباجي عمل قانون المصالحة قانون المصالحة يهم الأطراف اللي هي مورطة اعرف وصلت الحكومة يوسف الشاهد طلبت رسميا من اوروبا بيش ترفع الحذر وترفع تجميد على أموال ناس موجودة في القايمة سهر بن علي خلينا نكلموه طلبت يوصف الشاهد رفع التجميد على أموال وهذه ما حكومات بيش تسرر منهما يعني ما هيش قضية عند وزير خارجية هذي يعني وقت اللي ما فماش ايرادة حتى في ذل نقول لك الحكومات الحالية لانها معا المعطية الموضوع انت ماشي في نفس سياسية